وَمَنْ يُصَلِّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَاحِدَةً صَلَّى عَلَيْهِ بِهَا رَبُّ الْوَرَى عَشْرًا صَلُّوا عَلَيْهِ فَلَوْ لَا اللَّهُ أَرْسَلَهُ لَمْ يَمْلِكِ الْمَرْءُ لَا صَرْفًا وَلَا نَصْرًا صَلُّوا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه مسلم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام رواه النسائي وعن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا كيف تعرض عليك وقد أرمت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء رواه أبو داود الدرر السنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر